موسيقى السلام عليكم عزيزي الطلبة رمضان كريم عليكم الله يتقبل اعمالكم ان شاء الله راح اخذكم ايضا بالميديكالجينتكس مادة سهلة مادة حلوة اغلبها عدكم معلومات عليها اللي هي نفسها الوراثة وراثة الطبية اللي ما اخذيها بالسادس صحة بالعام نحفت عدكم المادة يعني حفت جزء شبير من المادة وقع بس البداية لكن ان شاء الله المادة صار سهلة في اليوم المحاضرة مالتنا سهلة وبسيطة ومقدمة على الميديكالجينتكس بنقول بسم الله الرحمن راح يموم الميديكالجينتكس الوراثة الطبية الميديكالجينتكس هي الوراثة الطبية راح ناخذ مقدمة شو الوراثة الطبية الميديكالجينتكس is a branch of human genetics confined to studying structure and function of genetic material يقول لك هو فرع برانش هو فرع من وراثة الإنسان human genetic الوراثة البشرية هو فرع human genetic الوراثة الطبية هو فرع من الوراثة البشرية تركز confined عليمن على دراسة confined يعني تركز على studying studying d deaf del decision structure and function دراسة التركيب واللظيمة نتركيز على studying that particular structure التركيب وال function الوظيفة مال finite material المادة الجينية واضح طلاب إذن الوراثة الطبية هي تركيز لي على studying على دراسة التركيب وال function والوظيفة يعني تدريست التركيب والوظيفة مال consciousness المواد المادة الجينية يعني بالصحة او الامراض. ايضا طلاب هي بعش تدرس تدرس الاسباب تدرس الاسباب والميكانيزم والميكانيكيات طلاب ما الباثوجنيس يعني الامراض مسببات الامراض شلون المرض يصير يسميه باثوجينيس اذا طلاب هس الوراثة الطبية تدرس تدرس التركيب والوظيفة التركيب والوظيفة التركيب والوظيفة مع المادة الجينية وبعد ايضا تدرس الاسباب والطرق يعني والميكانيزم اللي العلاقة بالجينيك واضح الكلينيكال الكاركترايزيشن يعني طلاب التركيب او الصفات السريرية كاركترايزيشن يعني شو نقول صفات شو نقول مميزات المميزات السريرية بانواع مختلفة من هذي الامراض الخاصة بالجين يعني الجين عزا النقبة الثالثة ايضا بتدرس الدايجنوستيك تكنيك بتدرس الطرق التشخيصية تكنيك طرق دايجنوستيك تشخيصية تدرس الطرق التشخيصية يوز ان المستخدمة بالدايجنوزيز بالتشخيص والديناريشن اه عفوان الديلينيشن اوف افكتيف اه بروفلاكتيك ان ثرابيوتيك مجر يعني طلاب اه هاي مقدمة يعني متكعد يدرخي هكلمة بس اطلع انه الميديكال جينيتيك بيتلثة ستلاش شغلات تدرس لي اول شيء التدرسي الكو الاول شيء تدرس الستركشور والفنكشن التركيب والوظيفة مع الماده الجينية بعض طلاب ايش تدرس لي تدرسي الكوزيز والميكانيزم تدرسي الازباب والطرق الباثوجينيسيز مسببات الامراض واخر شيء استدرسي هم تدرسي تدرسي الطرق التشخيصية بس مجرد الطلاع هاي مقدمة تعرف انه الوراثة شيء مفائدتها يعني انت كطالب طب او كطبيب واحد يسيلي يقولك شون الوراثة الطبية كل الوراثة الطبية تدرسي التركيب والوظيفة تدرسي الكوزيز والميكانيزم الاسباب والطرق الباثوجينيسيز شون طلاب الباثوجينيسيز يعني يعني مسببات الامراض واضح وتدرس ايضا دايجنوستيك تكنيك الطرق التشخيصية يعني طلاب اني يقولك المصطلحات نرغريق جدي هالتفاصيل شنو فوائد الامبورتنس of medical جنتيكس شنو الفوائد الاهمية ما الوراثة الطبية طلاب شنو الاهمية شنو اهمية المديكال جنتيكس شنو الاهمية ما الوراثة الطبية شوف طلاب شانوا قبل، مشانوا قديما من يدرسون شيء مثلا يريد يدرسون مثلا صارت حكا بتجليد او صارت مثلا تصبغات بتجليد يدرسوها ما يدرسون التفاصيل الدقيقة لا يدرسوها بس بشكل موضعي يعني بالبداية كان يدرسون يعني العضو كل يدرسوه بشكل خارجي بشكل رئيسي لكن الطورة وقام يدرسون على مستوى نسيج شوية تخصصوا صار أكثر دقة على تشو نسيج صارت الدراسة وراء صار أكثر دقة صار يعني صار مستوى خلوي يدرسون على مشكلة خلية خلية يعني مستوى على تشو نسيج وآخر شي صار تطور كل شبير بالوراثة بالوراثة الطبية قام يدرسون على مستوى جزيئي يعني بالبداية يدرسون كامل مثلا الإيد كلها يدرسوها لا قالوا الإيد احنا نتفيدنا كلها بشكل عام نتعامل موضع لا لازم نتعامل طلاب شنو بشكل نسيج اذن تشو نفل مستوى نسيجي اذن تشو نفل واضح وراهاش قاموا نتعامل طلاب مو تشو نفل على مستوى النسيج لا على مستوى خلية سيلر لفل يعني أكثر تعقيد أكثر دقة آخر شي وصلوا للموليكولر لفل مستوى جزيئي بس مجرد تطلع عليه وتفهم الموليكولر لفل شنو الموليكولر لفل مستوى الخلاء مثلا قاموا يدرسون إلكترون ترانسفير إن أكسيداتف فوسفوريليشن يعني قاموا يدرسون انتقال الإلكترون إلكترون ترانسفير انتقال الإلكترون بعمية الأكسيدة هاي سماها فسفرة الأكسيد أوكسيداتف فوسفوريليشن تفاعل التأكسيد اللي يدرسوه حتى يولد إي تي بي يعني بالبداية كانوا يدرسوه بس بشكل أورغان واضح؟ بعدين طوروا على مستوى تشو أنسجة ورا على مستوى خلائية سيلر أخر شي على مستوى جزيئات موليكولر واضح يعني؟ كل هذه النشاطات طلعب راح يجيه هنا مصطلح جديد المصطلح جديد اسمه لأن الإكتيفتي لأن النشاطات اللي يدرسوه كل الأورغان بعدين طوروا وهكذا هاي كل النشاطات الصغير هاي كل هذه النشاطات تصير عن طريق شي اسمه شنو شنو نريد نعرفه خنفتيهم شنو شنو نريد نتو هس نريد نترجم ترجمة حرفية metabolic network يعني شبكة جينية مثلا أو شبكة أيضية network شبكة metabolic بالنسبة metabolic network طلاب بس هنعدل هاي هنا الشاشة بالنسبة metabolic network هس إذا واحد يجي ترجم حرفين إنو metabolic network هي الشبكة الأيضية لأن network شبكة metabolic أيضية لكن احنا من ترجمة هايش ترجمة حرفية شوفوا شون metabolic network is defined as a cascade of controlled biochemical reaction and biophysical alteration يقول لك عبارة عن cascade يعني عبارة عن سلسلة متواصلة cascade يعني سلسلة متواصلة من طلاب منه biochemical reaction يعني التفاعلات من التفاعلات الكيميائية من التفاعلات الكيميائية يعني biochemical reaction تفاعلات كيميائية and biophysical alteration والتغيرات الفيزيائية زيان هي شنين هس واحد يقول الدكتور فهمني شنو metabolic network شنو تقصق بي مدابته موضح ليا طلاب مثلا 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 مثل ما تعلمتوا بالسادس علمي انه بالفصل الاول انه جزيئة المثلا الشكر جزيئة تدخل بسلسلة التفاعلات تنتج منها طاقة ATB موش اخذنا بالفصل اللون انه مثلا جزيئة تدخل بتفاعلات بدورة اكليبس ننتج منها ATB طاقة هذا بين الانتاج بين يعني المتفاعل والمادة الناتجة شنسمي طلاب فبين المتفاعلات والمادة الناتجة هذا شنوه يسموه metabolic network يعني الشبكة الايضية شنية شبكة الايضية هو انت تلزم المادة متفاعلة تدخلناها بسلسلة من التفاعلات طلاع اللي شنوه ATB بين المتفاعلات هاي السلسلة هادا الطريق بين المتفاعلة والمادة الناتجة بين الكلوكوز بهذا مثال وبين ATB هادا نسميه metabolic network اذن شوفوش قايقال هو cascade سلسلة من التفاعلات الكيميائية Biochemical Reaction Reaction تفاعلات Biochemical كيميائية التفاعلات الكيميائية and Bio-Physical Alteration التغيرات الفيزيائية اللي هي يتم بها تحويل واحد أو أكثر من المواد المتفاعلة لتحويل هل من واحد أو أكثر من النواتج يعني تحويل من طلاب هاش بسلاش لكم يهم يعني تحويل من تحويل من المواد المتفاعلة لها الناتجة واضح هاي بالنسبة طبعا كل هاي المتابوليك نتورك مين تتكون هاي هاي الشبكة أيضية أكيد مجموعة من البروتينات يقول لك مجموعة كبيرة شبه كل كل شبكة أيضية تتكون من عدد جدا كبير قد يوصل بالمئات من البروتينات خاصة الانزيمات هي الانزيمات البروتينات وبعد يتكون من نونوبروتين فاكتر عوامل فاكترز عوامل نونوبروتينية موبروتينية اللي تشتغل كوبراتفلي انسيقونس تورفوم بايوكيميكال ان فسيولوجيكال فانكشن يعني طلعب واحد سيقول من يتكون الميتابوليك نتورك يتكون من مواد بروتينية لارج نمبر الانزيمات الغير البروتينية تشتغل كوبراتفلي انسيقونس تورفوم سبسيفيك هاي المواد الغير البروتينية النونوبروتين تشتغل يعني هاي العوامل فاكترز العوامل الغير بروتينية النونوبروتينية تعمل بشكل متناسق بشكل متناسق كوبراتفلي بشكل متناسق انسيقونس بترتيب يعني كوبراتفلي انسيقونس بترتيب متناسق تبيرفهم حتى تنجز يعني وظائف فستجية وكيميائية functions وظائف physiological فستجية وكيميائية يعني metabolic network بالضبط طلاب يعني ببساطة أنه هي يعني هي cascade سلسلة من التفاعلات reaction تفاعلات كيميائية وفزيائية control مسيطرة عليها هي عبارة تحويل السبق ستريت السبق ستريت اللي هي المتفاعلة المواد المتفاعلة من البروديك الناتجة تشمل مواد بروتينات واضح بروتينات خاصة لنزيمات ومواد غير بروتينات هاي المواد الغير بروتينات تشتغل بشكل متناسق حتى تنجز بيرفهم functions وظائف فستجية وبيو كيميكا نزيل طلاب importance of medical genetic شنو أهمية الوراثة الطبية medical gen growth شوفوا طلاب هاي الفقرة صراحة هي مو كلش مهمة لكن راح عللكم النقاط المهمة بيها اللي ركزت عليها دكتورتكم احنا مثل ما اتفقنا مثل ما شرحتكم بالكورس السابق بعض المواد مثل ما سترح لكم بالمايكرو من ندرخ كلمة كلمة طلاب هذا الدرخ يضيع وقتنا ما نفتيم أفهم نقاط معينة أفهم metabolic network تحول لمواد متفاعلة ناتجة وهي تشمل مواد بروتينات غير بروتينات خلاص أفهم بيك شيء بساطة هس هاي الفقرة اشي دكتور فاذا تعرف لشنو الجينوم هس هنا راح اشترك لكم شنو الجينوم هاذا تعرف لشنو الجينوم واذا تعرف لشنو البروتوم ذان الشلتين تعرف ديها الجينوم طلاب وتعريفه وتعريفها الفوقه sum of total of genetic material of living cell طلاب الخلايا الحالية living cell الخلايا الحية مو بيها genetic material بيها مواد جينية genetic material material مواد وجنتيك جينية مجموع المواد الجينية مجموع المواد الجينية بالخلايا الحية سم مجموع سم مجموع المواد الجينية جنتيك ماتيريال المواد الجينية بالليفنكسيل بالخلايا الحية هي تمثل الجينوم يعني سواء حي يقولي شنو الجينوم اقول له مثلا هاي خلية حية هاي خلية حية هاي خلية حية لان الخلايا الحية قدامي بيها مادة جينية بيها مادة جينية بيها مادة جينية يعني جنتيك ماتيريال جنتيك ماتيريال مجموع سم يعني طلاب سم يعني مجموع المجموع مجموع الكلي سم توتل المجموع الكلي للموااد الجينية هاي مادة الجينية هاي مادة الجينية بالخلايا الحية اسميه جينوم. هسا كأنت كطبيب من واحد يسألك يجي صاحبك يقول لك يا حبيبي شنو معنى الجينوم يا جينوم هو affiliate المادة الجينية شوفو؟ هو سم مجموع المادة الجينية بالخلايا الحية. ص Eden شنو البروتون. البروتون هي همن سم توتا المجموع الكلي للبروتين المتولد والسينتيسيس والمتكون in the cell بالخلايا أندر تحت سي ترك كونترول تحت سيطرة دقيقة بالجينوم إذن إحنا مو قلنا مواد أكون جينية مو قلنا أكون مواد جينية البروتين بهاي المواد مجموعة البروتينات أسميه بروتوم من اسمه يعني طلاب الجينوم مجموعة جينات sum of genetic material البروتوم مجموع همينا sum total المجموع الكريوين للبروتين مجموع البروتين جينوم مجموع الجين وجينية المادة الجينية واضح تتكرم؟ إذن هزا شنو الجينوم؟ الجينوم هي هو سم هو مجموع الكلي للجين تكمته المادة الجينية باللي بيكسل بخلايا الحياة واضح؟ لكن البروتوم شنو هو هم سم مجموع توتل سم توتل مجموع الكلي المن؟ للبروتوم طلاب 10 بالموز يعني كده يطلع لكم رجزوا يعني سم توتل مجموع الكلي للبروتينات شوفوا بروتوم شوفوا بيت بي بروتينات بروديوس المتولدة والسينثيس والمتكونة بالخلية تحت السيطرة دقيقة أما الفقرة طلاب باعوا لي يقول لك الجينوم البشري يعني الجين البشري يعني يقول لك هنا نسب وكل شو ما يتكون من عشرين ألف خمسة وعشرين ألف جين وينقسم إلى بروتينات يعني ينقسم إلى جزء بروتيني يعني عفوا عفوا ينقسم إلى جزء كبير 99.9 من حجمه ويعني بالنواة الفكرة إذا كتعرف لي إحنا أكون نقطة هنا جدا مهمة بهاي الفقرة لازم تعرفها بس خلنا مسحها باعوا لي طلاب الفقرة اللي لازم تعرفها إحنا نعرف كل جينوم إحنا عدنا كل جينوم طلاب باعوا لي بس إحنا عدلها هاي الفقرة إذا كتعرف لي بيها إنه يابع إنه الجينوم البشري يتكون من جزء كبير يعني القسم الأكبر من الجين البشري القسم الأكبر اللي يمثل 99.9% هو شي يمثل الكروموسوم هذا القسم الأكبر يعني سلو نزم الجينوم نزم الجينوم البشري نلقى 99% منه هو كروموسوم والباقي طلاب السمول بورشن الباقي السمول بورشن جزء صغير نسميه طلاب موجود بالمالتو كوندريال شي يسموه يسمو مالتو كوندريال جينوم يعني الجين اللي داخل المالتو كوندريال اللي هو يسموه MT مالتو كوندريال دي اناي واضح طلاب وهذا شنو من يسته الدي اناي داخل المالتو كوندريال طلاب احنا الدي اناي موجود بالخلية بشكل عام بصور عامة يعني افتهموا هاي العبارة انه موجود بالخلية بشكل عام لكن اكو دي اناي موجود داخل المالتو كوندريال شنو المالتو كوندريال طلاب المالتو كوندريال هي احنا مو عدنا خلية قدنا خلية قدنا بداخل الخلية طلاب أكو ميتو كوندريا من ضمن العضيات الخلوية اللي تخطيها بالسالس علمي فميتو كوندريا يا طلاب من الابطان ر Phoenix ميتو كوندريا هم بيها DNA يعني واحد يقول دكتور يعني هسا أنت تقصد الخلية نفسها بيها DNA اوكي والميتو كوندريا بيها DNA خاص بيها أسمى ميتو كوندريا الDNA إذن أسنى على الديانية اثنين ده دانية بالخلية بشتى العام دستطاع دين 버س ال patreon في المحتوى المحتوى ماضحان ان الو Chain الكون دائري. ان ما ان booming في الاستظ750.9 في POL الجزء قديم من الجنوم الجين البشري مثل 9.9 وحتى اللى هي far. هل podcast الخاص بالنwięب الgun Окس bonito. الباقي الجزء الصغير هالي small portion الجزء اللي يكون سيركولر دائري يسموه ميتو كونديريال دياني ميستيكون سيركولر باضح هذا اني بهاي الفقرة بالنسبة بهاي الفقرة الشي المهم اللي لازم تلفزون عليه حسا طلاب عرفنا شو من الميتابوليك متورك ريدكم تفتهمون ذاني بشكل دقيق يعني طلاب احنا عدنا معلومات اهنا راح ناخد معلومات مقدمة هاي المحاضرة لوله مقدمة يعني مو دسمة بيها مواضيع يعني مشوقة تقدرت يعني تستفادون منها خطوات مثلا لا مواضيع يعني مقدمة الجين شنو الجين جين ازا هو الوحدة الوراثية هي الوحدة مع الوراثة يعني ممكن طلاب سمكن واحد يقول شون تجيين دكتور لسألة تجيك لسألة يقول لك يا با الوحدة مع الوراثة الوحدة مع الوراثة من هي يجيب لك اختيارات تختار اتى من هالجين واضح يجيب لك مثل جين 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 لك جينوم يجيب لك كروموسوم تختار جين جين هي الوحدة مع الانهرتز جين ازا بيس شنو الجين ازا واحد يسيلي يقول لك كله هو pieces of DNA هو قطعة من ال DNA that contain تحتوي على information تحتوي على معلومات for synthesis of لتكوين ال RNA شوف طلب احنا الغرض راح ناخد عمليات النسخ راح ناخد عمليات الترجمة راح ناخد واي عمليات هاي العمليات الغرض منها الشي النهائي منها هو انا اكون ال RNA شرد اكون انه ال RNA واضح ليش نسوا عيسي يقول ليش نكون ال RNA حتى اكون البروتين احنا العمليات الجينية نسوي نسخ نسوي ترجمة نجيب ام RNA وهي تفاصيل شون الغرض من افهم الغرض الرئيسي حتى ننجي نشرحها بالتفصيل انت الغرض الرئيسي فامل الغرض الرئيسي اكون RNA واذا اكون RNA راح اكون بروتين واذا اكون بروتين هو يعني هو هو الشي اللي انا اريده والفكرة فالاذا انه الجين هو الوحدة وحدة الوراثية يعني هي وحدة الوراثة شون مثل الخلية الخلية وحدة الكائنات الحية انه الوحدة ما الوراثة هو الجين شنو الجين وهو قطعة من ال DNA تحتوي على معلومات لتكوين ال RNA اللي هو ribo nucleic acid ليش اكون RNA او polyobectides اكون RNA ايو كوريوتك بالخلايا الايو كوريوتك الحقيقية النواة هنا ما عدنا خلايا حقيقية هاي اسموه ايو كوريوتك الحقيقية النواة الجين استغلال كمOkay. طلاب الجين هدا الجين منه يقعد بمكان. احنا عدنا كروموسوم. قم نهائها 2 كام好 wasim. جينا جرينا هذا. الموقع مع الجنو بلكموسوم. استثوروا هذا 7 كروموسوم. وهذا جين. الجين يعطع في الكروموسوم. الموقع مع الجين بالكروموسوم.Marg episode لوكس. والمجموع ما هو الوكالي. يسأل من واحد يجي يقول لك يا باب شنو لوكس. يقول له يا باللوكس هو موقع الجين بالكروموسوم. يعني مثلا تخيل هذا كروموسوم. هذا كروموسوم. هذا الجين. الجين. مو هنا اهنا. هذا الجين. كل واقع اهنا. هذا كل الجين. الموقع ما جين بالكروموسوم اسم لوكس. اذا هسف تهمنا انه من يقال يجيب لك ام سي كيو. شنو ام سي كيو? multiple choice question. اختيارات. يقول لك اكو شي هو قطعة من الدي اناي يحكيوا على معلومات حتى نقول اران اي منو هذا القطعة من الدي اناي تختار الجين هو القطعة واضح زين الجين اللي البوزجن الموقع ما الجين الموقع البوزجن بوز موقع الجين هو مجموعة لوكال زين نسا حكينا بصورة عامة شن الجين نسا من واحد يسئلك بالشارع شنو الجين تعرف الجاوة زين شنو طلاب باعوا لي على هذا احنا هذا هذا يعني كأنما هذا الكروموزوم جرينا ورسمنا طلاب يكون من قطعتين منطقة اسمها اكزون منطقة اسمها انترون اكزون انترون اكزون انترون وهكذا يعني هو هسا لتلزم الجين هاي تلزم الجين يعني تلزم الكروموزوم هو شنو الجين هو قطعة من الكروموزوم ما ننساها الجين هو قطعة من الكروموزوم يعني نلزم الكروموزوم ألقى بمناطق اسمها اكزون وانترون اكزون وانترون وهكذا ما شعني مناطق اكزون وانترون وهذا عين الله. الانترون هاي هي مناطق زايدة ما تشفر. هي اللي الشفر. يعني هي اللي يسوي البروتين. هي اللي يشغل بيها. هي الخبزة بيها. هاي الانترون هاي لا. هي ما تسوي ما تسوي تشفير. شوفوا. هسه جين. هو عبارة يتكون من قطعة الدياني. شفرها بها منطقة يعني منطقة تشفر. ما تشفر اسمها اكزون. ومنطقة ما تشفر اسمها واضح. هسه جين بمنطقة اكزون وانترون. يعني ما يتكون. هسوا عالي سأني يقول لي دكتور عالي الاكزون شنو بها ادتها. يقول لي هي اللي يسوي كوديك كوديك للشفر. لكن الانترون ما تشفر. والترتيب طلاب هذا الاكزون ترتيب يعني هاي الاكزون يصير وراء هذا الاكزون. يعفوه وانو يصير كدام هذا الاكزون. لان الترتيب طلاب ما الاكزونات شون صار هو اعتباطا لطلاب. حسب ترتيب advant awarenessة حسب السیکونس. حسب الترتيب مال حامض الامين. واضح؟ اذا نساء الفقرة. لدينا اكزون انترون اكزون وانترون. الاكزون هو ليسوي كوديك هو ليشفر يعني شونة هيشفر قول يعني هو ليسوا بروتيين. الانترون هاي حلاقات زايدة ما تشفر نون كودي ما تسوي كودي والترتيب مع هاي الإكزون حسب الأحماض الأمينية شوف حسب الترتيب مع الإكزونات حسب ترتيب الأحماض الأمينية شوفوا يقول لك هاي السيكونس ترتيب مع الإكزون حسب السيكونس حسب الترتيب مع الأمياء أو ما ينوس الأحماض الأميني شمه الـ DNA structure؟ ما يتكون الـ DNA شوف قلاب هاي لقطة جدا مهمة باعوا لي هنا راح شخص لكم إياها بشكل مبسط طلاب هاي هذا هذا نحن دائما الـ DNA أكيد من السادس علمي مضطلعين عليه إنه هو double helix يتكون من شريطين double helix طلاب شريطين يعني واحد مخترعة الثاني واضح هذا بيسبب للـ DNA طلاب DNA double helix يعني شريطين واحد ملتفعة الثاني شوفوا هذا شريط ملتفعة الثاني واحد ملتفعة كذلك نسميناه double double helix شوف طلاب مين يتكون الـ DNA هذا البنص هذا السكر خماسي شوفوا وحدة نين ثلاثة أربعة خمسة لأننا خمسة واحدة نين ثلاثة أربعة خمسة سكر خماسي بمجموعة فوسفات وبي قواعد نيتروجيني هاي هنا قوانين قواعد نيتروجينيهم أكيد تعرفون من السادس قدنا قاعدة قدنا أربعة قوانين سايتوسين آآ يعني دينين ثايمين هاي سنحن ناخذهن بس المهم يعني أكو شي اسمه قواعد نيتروجينيه يعني انو الـ DNA ايه الشريطة الـ DNA اذا اخذ افصلة كميائنة اجي اثلسة القاه بسكر خماسي هذا شقر هذا خماسي شوفوا ديني واحدة هاي خمسة شوفوا بس انا ذا بقلمي شوفوا يهم طلاب واحدة اثنين ثلاثة أربعة خمسة شوفوا شو نصير خماسي وبي مجموعة فوسفات هاي مجموعة فوسفات هاي شوفوا طلاب مجموعة فوسفات وبي مجموعة فوسفات طلاب هاي وبي مجموعة آآ يعني قواعد نيتروجينيه اذا تكون من سكر خماسي ومنها مجموعة فوسفات ترتبط بي وبنها قواعد نيتروجينيه ثلاثة اشياء يتكون خلنا مسافة الوصل نرجع العيد من جديد بان النقل جدا المهمات انه يتكون من سكر خماسي مجموعة فوسفات قواعد نيتروجيني هاي اذا سكر خماسي مجموعة فوسفات قواعد نيتروجينيه وهكذا طلاب باعول هنا هنا. بين السكر الخماسي. هذا السكر الخماسي. وبين المجموعة الفوسفوت. اكو آسرة. سموها آسرة تساهمية. كوفيلنت بونت. بونت آسرة كوفيلنت تساهمية. كوفيلنت بونت آسرة تساهمية. تربط لبين الشكر والفوسفات. هذا مجموعة الشكر. هذا الابيض وبين الفوسفات. هاي هنا هاي شوفوا طلاب هاي. هاي ستنا سلكم يا هم بالقلم هنا. هاي شوفوا طلاب هاي. هاي. واضح? اللي هي نفسها هاي. اللي هي نفسها هاي. اللي هي نفسها هاي. هاي الخط. شوفوا هذا الخط الاسود. هذا الخط هذا ها. هذا. اللي يربط لبين القاعدة النيتروجينية وبين ايه عفوا بين الشكر الخماسي السكر الخماسي وبين الفوسفات. ذنك شي سموها سموها. زين. عدة طلاب ذني ذني شوفوا ذني. اه. بي بي بين شريط دي اناي وبين شريط ثاني. يعني هذا هذا شريط. وهذا الشريط حسذا من جننة طلاب اصلها لهاي. هذا شريط. هذا شريط وهذا شريط. ذن الشريطين. بين مبنس الشريط. بين شريط وشريط آصرة تساهمية. شوفو جنوها الرائع. هذا الناس بدي اذن ها ده اشركم يابة القناة. لي اذن 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 تساهمية. هاي بين شريط وشريط. اصرة تساهمية. protesters صوتها تساهمية تكون من ثلاثة شوف طلاب ثلاثة. اذن. اس وعد نوعين. عديدى كوو Vilent pp. بس غننا مشاه الله دني دي قو تساهمية بين السكر الخماسي وبين الفوسفات وهذه تساهمية وهذه تساهمية في الجهاز وهيدروجينية التساهمية New resistant بين السكر الخماس وبين الفوسفات لكن الهيدروجينية بين DNA بين شريط وشريط ترى التساهمية بال الشكر 하고 الفوسفات الهيدروجين بين الفوسفات ephorosen يعني بين الشريط وشريط بين الفوسفات شريط هايات الشريط إذا نعيد صرعين عندنا السكر الخماسي بمجوعة الفوسفات وبعد الإدروجينة بين السكر الخماسي و الفوسفات cese تساهمية 009 لكن بين هذا الشريط وبين هذا الشريط وبين شريط بين هذا الشريط عليه أقو هيدروجين Kathryn Bonds تقاصة هيدروجينية يعني تربط الفوسفات مع المجموعتين بين هيدروجين بين الفوسفات وا реal أقول لا يقول هنا اللعنى الديots اجنة الثانية مفترة حسنا الجزء يسمى القنيجات كل يمكنك هذا بواحد بس قاعدة السكر في سكر drag Shoogs من واحدة observed و واحدة السكر منزوع الاكسجين حسنا راح أقولكم ليش منزوع الأكسجين يعني ليس يسمونه دي اوكسي دي يعني منزوع دي اوكسي ليس منزوع الأكسجين حسب السلاي دفاع راح أشرح لكم واضح إذن سيتكون من chain سلسلتين two chain سلسلتين two chain سلسلتين مفترات طوال من يوكريوتايد يتكون من واحدة بيس قاعدة واحدة قاعدة واحدة واحدة فوسفات وواحدة الشكر وشقر يكون دي اوكسي رايبوز منزوع الأكسجين والقواعد شنهي الادنيوين Gunica Anh compact و أقول إن عدنا الكوفين Antonio Bound يربط لي بين this quote balance إنو الكوفينت هاي الكوفينت بين الفوسفات والشقر، لكن الفوزفات واحدة لكن الهيدروجين هاي الهيدروجين، بين هذا الification mechanism اvoir الشريط كل شريط بس بين الفوسفات، بين آن الفوزفات، بين آن الفوسفات ليس شريط طلاح الآن حاج هنا ليش دي اوكسي شوف طلع براية راقة بها هذا مثلا ما الدياني هاي تخذ نفسي 1 2 3 4 5 طلاب هاي هنا أعكلهم اذا رعبنا انا واحد اثنين طلاب او مثلا نسميه هنا واحد اثنين ثلاثة هاي ثنين فاف هاي الثنين طلاب لا اكثش نسميه دي اوكسي يعني منزוע Oxy oxygen من ضوء الوكسجين من ضوء الاكسجين دي اوكسي. عكس الار اناي. ار اناي هنال راح ناخد الاب اوكسجين. اذا دي اوكسي من ضوء الاكسجين ليش اثني ان في ثانيها واحد تركيب الان تقبل ثانيا. يعني واحدة قبال الثاني. يعني واحدة التجهلي فوه واحدة التجهلي زوجة. تسمو انتبارل وحدي منتعاكساتي. بيها قاعدة نيتروجينية. بتهنناها. وكومبليمنتري في المقين. يعني طلاب القاعدة النيتروجينية. هي مو اكو شريط دي ا اي واحد مننا وشريط دينا يقابل مننا الادنين يقابل مثلا تايمين القوانين يقابل سايتوسين واحد يكمل الثاني يعني واحد يكمل الثاني مثل القفض والمفتاح لش نسميه سميه كومبليمنتري بينه سرح ناخد شنو كومبليمنتري راح نجي نشرحها شنو كومبليمنتري بالتفصيل المهم البعديين بس تفهم من الكومبليمنتري انه مو هذا شريطين ديناي طلاب بس هذا شريطين ها شريط ديناي وهذا شريط واحد بتراع الثاني بتصليا هنا هذا واحد وهذا واحد إذا هنانا ادينين نانا يقعد بدالة ثايمين إذا هنانا سايتو اسين هنانا يقعد بدالة شنو اغوالين يعني واحد يكمل الثاني يعني ليصير السايتو اسين يقعد بدالة ثايمين لا الموضوع أكملي منتري شي يكمل شي acquire ذلك يسميناها كومل همرين بين البيورين والبرمديين اسرح نحن أخذ نشن معني بيورين بيورين مجموعة والبرمديين مجموعة فييا عشرة الدائملية ت τους قصدة الواد trabal sitzen المر Gaussian واضح. الـ DNA structure يعني تركيب الـ DNA major or minor group بتجويف كبير وبتجويف صغير. يعني مجرد تطلع عليهم حتى الدكتوريتكم ما جاء بطارين. بس تركز لي انه دي اوكسي منزوع. ليش اثنين لين بالثاني. ها تجيك اختيارات وين بالأولى بالثانية بالثالثة تختار هنا بالثانية ماكو اوكسيجين شوفوا فارغ. زين. اه اه انابل the molecule tool to be inherited. يعني هو يخلي الجزيات. انابل يسمع الجزيات حتى تصير وراثية. انابل تمول يكون الغرض من الـ DNA حتى ننتج RNA تبروديوس انتاج RNA وبالتالي ننتج بروتيين. وهذا الغرض من المحاضرات اللي بديناتك كلها راح ناقذه. انه انا DNA يبدأ بالـ DNA. اسوي قالب حتى انتج RNA حتى انتج بروتيين. اللي هو هو الـ biological trick اللي هو الاساسة نشتغل. طبعا دعني ما احجزين دكتورتكم بس انا وضحت لكم اهم شكل مبسط. طلاب شوفوا لي. باعد ركس ايها. هذة هنان الرسم كلش مهم الطلاب. هذا شوفوا. قدني سكر خماسي. هذن لد سكر خماسي. وهي مجموعة فوسفات وهاي قاعدة نيتروجينية. هنا القاعدة اختاريني. ادنين. شوفوا السكر الخماسي واحد اثنين ثلاثة اربعة اربعة. واحد اثنين ثلاثة اربعة. وهي الخمسة ارتباط اهنان. هاي واحد اثنين ثلاثة اربعة وهي خمسة. الطلاب بالثاني ماكوكسيجين. ديوكسي رايبوز. هاي القاعلة النيتروجين لدينين وهذا الفوسفيت هاي تحفظوه وتدرقوها مونة. ممكن جيبوا الكميان اختيارات. زي. هسه واحد يجي يسألني يقول لي احنا عدنا ديناي مش كومبونة. شن مكونات ديناي. اول شيء بين توس شكر شكر سكر خماس. احنا قلنا ثلاثة. هو ديوكسي رايبوز منزوع. يعني هو يتكون خمسة جزئات اه شكو ليس في الطلاب سنجنا. تتكون من خمسة تكون صح. واحدة اتنين ثلاثة اربعة. أوحابOs آآ بشكر. والكاربون اللي يكون آآ من واحد الخمسة هاا فترقب لطلاب. سواحد يسألني يقول لي ما هذه coins يعني أن سواحد يقول ليش بديت منا واحد اتنين ثلاثة. الاخا بدي منا واحد اتنين ثلاثة. لا هي قاعدة تقول مع عقارب الساعة. مع اشوفو فونقد طلاب مع عقارب الساعة. عقارب الساعة يشتيف ترطلب. فالترتيب هنا هنا مع عقارب الساعة. آآ نسوى الشي هاي هاذا السكر الخماسي بنتوز شغر سكر خماسي بنتوز يعني خمسة قلاب بنتوز سكر وديوكسير رايبوس يعني بالثاني ما بي اوكسجين. بعد شنو عدنا? عدنا نيتروجين باس هاي هنا قاعدة نيتروجينية هاي قاعدة نيتروجينية نيتروجين باس وعد فوسفات وقلوب هذا الجزء الفوسفات. شنو فرق هاي القاعدة النيتروجينية طلاب نيتروجينية space القواعد نيتروجينية بيها انواع ناخذها بالساعد الوارض. شنو فارق بين نيوكليوسايد ونيوكليوتايد. دا ان ممكن نيجن لciPoo. طلاب هات كل اختيارات مثلا شكر يقول لك 4 اي 3 ايضاو 5. يقول لك شون الرتبي. متى modeling clockwise لو clockwise لا اتقول لك clockwise مع عقرب الساعة. تواهي دقول طلاب باهال تركيز وبهال دقة. يعني ممكن يقول لك n egal twist لا غلق وهو clockwise مع عقرب الساعة. شنو فارق بين τα نيوكليوسايد Walt pay ? leads to draw شوف طلاب أم والسائد هي أنه الشكر على السكر مع القاعدة الايدروجين انه الشكر والقاعدة النيتروجينية والفوسفيت كل هنشسامين يعني السايد خلوها ببالكم دائما السايد يعني سايد يعني جهة وحدة يعني بس بس الشكر انه الشكر والقاعدة النيتروجينية نيتروجينية باس قاعدة نيتروجينية يعني يعني انه السايد خلو ببالك انه السايد يعني سايد يعني جهة وحدة يعني انه الشكر الخماسي اه البنتوز يعني الشكر الخماسي والقاعدة النيتروجينية باس قاعدة في حين التايد يشمل من ثلاثة يشمل النيكليوسيات اللي هنزل Uhh وياها الفوسفات. يعني ثلاثة طلاب. هاي MCQ. انه السايد تخلي بالبالك نيكليوسايد يعني جهة واحدة بس دلتنين. تايد كل هاي التلاثة. بس هو ما قايل كل هاي التلاثة. قايل نيكليوتايد يتكون نيكليوسايد اللي هنا دلتنين. ويا الفوسفات. يعني ثلاثة. زي. ما بيشي طلاب. مجرد ملاحظات بسيطة. تتهموهن. هاي نيوت راح نيجي هسن ندرس نيكليوت. احنا اهوشي قلنا ثلاثة مناطق. قلنا عدى سكر خماسي. وقلنا قاعدة نيتروجينية وقلنا فوسفات. بذينا بالسكر خماسي قلنا خمسة. قلنا مع قارب الساعة. قلنا اثنان ما بيوكسجين. نيجي الملا للقاعدة النيتروجينية. ندرس. قانت نوعين للقواعد النيتروجينية. ما نخذه بالسادس. جدا مهمة. بس انشملا نعطق بالحد في تنا. هو بانشملا. قول اسمه بيورين وصلنا اسمه بيرمدين البيرين دائما نقول للطلاب اج حفظوها اج ادينين وقوانين يعني نحن عدنا بيورين القاعدة عدنا مجموعتين النيوتروجينية القواعد النيوتروجينية مجموعتين طلاب مجموعة اسمها بيورين اللي هي تشمل الادينين والقوانين اج حفظوها اج البيورين اج والبرمدين تشمل لا طلاب السايتوسين والثايمين واضح ست حفظوها ست سايتوسين والثايمين الطلاب انه البيورين الميزة ما الأليت شوفوا الطلاب حلقة هي حلقة وها relatively في حين برمدين حفظوها الباقيات السيتوسين والثايمين لان حلقة واحدة single بوحدة ووحدة شوف طلاب باعو لي في حين هنا بيورين double ring حلقتين في حين برمدين single حلقة واحدة واضعين طلاب حتى ما تنسوها دائما طلاب يخطون بنا هنا طلاب ما عدنا ادنيني قوانين سايتوسين وثايمين بالدينا 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 بالأرى ليلا اكتلاب بسيطة سعندها شي بالدينا انه ما عدنا غير ذنرمها وحفظوا او الاج هو بالبيورين البيورين اج ادنين لان قوانين بالبيورين البرمدين لا سايتوسين وثايمين بيس بير طلاب شنو بيس بير بيس بير مثل ما شرحنا الكمبليمنترين طلاب بيس بير باعو لي حس بث هذا شريط الديناي ملتهف قلنا double helix قلنا twisted واحد من حرف ارداق اخذ درسة افاصلة اينش داء افترض اذا هنا ادنين هنا شي صير لازم ثايمين اذا هنا سايتوسين هنا شنو لازم قوانين إذا هنا نهجججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججج الموضوع كومبل منتري، يعني متكامل، يعني الإدنين لازم ثاييمين، القوانين لازم سايتوسين، يعني السايتوسين لازم conspir nós сыngli، و القوانين لازم ser يعني الشيء ان واحد يكمل الثاني، ما يصدر إدنين يقع فيقύه قوانين، وما يصدر مثلا سايتوسين سايتوسين قوانين. إذا الموضوع كومبل منتري، إذا الموضوع متكامل، ذلك أسمي نعلقة pace bearing. يعني زوج شوفو هذا زوج هذا زوج هذا زوج. فالتفكرة. شوف طلاب راح نجي شرحه لكياه. يقولك ياابه انه الادنين لازم يقعدوا هيا الثامين وال quieto rede Jorge Headsleigh. والعكس صحيح يحنا عن ضمن يجيك ثييمين يقعد اعدنين. ا vigran يقول من راح نسيغلينكن كان مقدم لها ابطلاب. من راح نجي ناخد عملية النسخ. نحتاج انه تعرف انه من اقول لك ثييمين قبل قبال قبال لنقول لكمكن قوال التايمين وهكذا طلがとう يعني هنا قلخ هنا يقول لك أن الأدنين قد يتحلل لها من أحياد الثايمين أي اختصار للأدنين ت trudني إختصار للثايمين كامالكوانين و التايمين Somewhere لكن لا يخطيع الأدنين و القوانينвидوسensoncope لا علي الأدنين بدون أن تواصسم و الثايمين لا علي السايتوسين بدون أن تواصسم إلى النخول غلط سايتوسين و القوانين أو غلط ولم أدنان لأنه غلط لا يفكر واضح؟ لأنه صحيح لأن الأدنين يقوله يثايمين ثايمين يقوله ياتينين ويعاستوسين ويعاستوسين ويقوانين مزيلا ماذا الديين اي سينتيسس يعني إذا الطلاب راح هنا نشرح التكوين الديين اي طلاب هاي هنا الديين اي سينتيسس تكوين الديين اي راح نشرح الكمية على هذا الرسم شوف الطلاب هذا الد chuckar هذا السكر خماسي واحد نية الاثاربعة اخمسة وهذا فوسفيت جروب طلاب اخذناها بس الآن بدنعي بين هذا السكر الخماسي، وبين البحث الحصوصي ما هي هذه الأسرة؟ كما نوع الأسرة؟ نسميها أسرة بتساهمية الحصوصي بين السكر الخماسي وبين الصobosystem بين الفوسفات وبين الهايدروكسي القروب جديدphin وبين الهايدروكسي القروب الثالث يعني بالجزيرة ولم 3 بين الفوسفات وبين الهايدروكسي القروب مع هاتца يسمى فوسفو دايستر يعني انه بين السكر الخماسي كله بين هذا السكر الخماسي كله وبين الذي Joseblack بين جزئال الفوسفات بين السكر الخماسي وبين جزائية الفوسفات هذا السكر الخماس وجزائية الفوسفات شنو علاصرة ذننا كوفيلنت خمسة كيو بين الفوسفات قروب وبين الهايدروكسيل بين هالفوسفات وبين هيدروكسيل بس ذنني اللي بالثالث فيه فوسفاد باعشوف طلاب باعي يقولك الكوفيلنت بوند هاي الكوفيلنت بوند تربطلي هاي الكوفيلنت بيش تربطلي تربطلي الشقر هذا الخماسي كوفيلنت هاي الكوفيلنت تربطلي هاي الكوفيلنت يعني أنه الـ Covalent Zone تربط له الفوسفات و الشكر لكن فوسفوديستر شو تربطي؟ تربطي ببين الفوسفيت plantتها done تربطSince Seth OOH تربط للـ Phosphate Vision distance بالطلافة بجزء الكاربون 3 أعيد بين الشكر بين الشكار وبين فوسفيت كوفيلنت. لكن بين الفوسفيت وبين الهيدروكسيت ال Normal الجزئة الكاربون الثالثة اسمها اما الهيدروجين بون طلاب لا. من قبل هذا شاريط وهذا شاريط. الطلاب على كل شاريط. اتفاق من هذا الشريط بفوسفات وهذا الشريط بفوسفات. بين الفوسفات مع هذا الشريط. والفوسفات مع هذا الشريط? اسميه Poorship يعني Poorship Water. كل شاريط بفوسفات حتى بين الفوسفاترب للشريطين وهي الهيدروجين هي الهيدروجين 보는 عصرة كيميائية ضعيفة التربط الهيدروجين والي tới الهيدروجين والي تربط الهيدروجين السالبة ماك τις الأكسجين نيتروجين الفلورين المعرف للمعرفين الهيدروجين전 تربط الهيدروجين الفوسفات والهيدروجين الهيدروجين البونت يتصير بين اينترستران دعين بين الشريط وبين الشريط اينتر يعني وسط الدعين الاستراضة واضح او linenتراستران يعني انتر وسط او انترا يعني اكثر اوسع بين العشرة الذي تروف فيها شنو نجيك اختيار nurses يعني يعني اختيار بها الموبول انو شنو نوع الاغاصرة اللي تربطن بين هذا الشبر بالتواتل شبيه شكر الخماسي والفوسفات شنو النوع الاغاصر يتربط ل الفوسفات والهيدروكسيلي equrate ما الذي خلق وهي كله فوسف وضع يستربونك شونه على الاشرة التي تربطه بين هذا الشريط وبن هذا الشريط بس بين الفوسفاتو غروب ما لهذا الشريط والفوسفاتو غروب ما لهذا الشريط الفوسفات يجمع بين الفوسفات ما لهذا الشريط و الفوسفات ما لهذا الشريط مية الاجر OUTSA اللي اسميها بين اللอยちゃん من الشريطين ي sitio ال absor الويك ضعيفةothers ي Möglichkeit Anatol ستميث بطلاب وعذر今天 انا مداعا لنصورت بشكل المناسب لأن تعرفون إحنا الصيام زيان. أتمنى فهمتوا الفكرة جدا بسيطات انه الكوبلينت بين الفوسفات وبين الشقر وأنه هاي طلاب لكن انه بالآية التلاثة ماله يدروكسين تكون فارغة ما بيها كوبلينت لكن انه هاي هنا هاي بيش يربط الفوسفات هي يستربط هذا ملخص طلاب تطلعون علي النوتو مجرد يعني نيقول لك دينا دبل هليكس جهة الرايد. اهم شي كوبليمنتري. شنو معنى كوبليمنتري? ادكم هاي العبارة تفهموا اياها جدا نزيل. طلابنا الابطال. ليش? لان كوبليمنتر راح نحتاجها بعدين. انه الادنين ويا ثامين ثامين. ويا الادنين ويا سايتوسين. هاي معنى كوبليمنتري. ايداك تعرف لشنو يعني يعني تعرف لانه مثل ما اشرح منزوع الوكسجين. واضح? بالثاني. تعرف ان الادنين ويا ثامين ويا سايتوسين. ويعني هالتفاصيل اللي عليه. حس خلصنا طلاب الدياني راح نجي الاراني. يعني فرق فرق بسيط. اذا فهم الدياني راح تفهم الاراني. ايه مش شوف شوف طلاب باعولي. انه هناك بشان الجزء الثاني ما الدياني. مرة سمنا الدياني. النقطة الثانية مشانت فارغة. هناك شوف طلاب بس اذا ارجع روضحكم اياها. شوفوا انه طلاب هاي هنا الثاني شوفوا. هاي واحد اثنين. شوف هاي الثانية فارغة. فلذلك سميها دي اوكسي. دي انا بالاراني. طلاب بالاراني. احنا لا اكو اكوكسيجين. فلذلك سمينا الاراني اختصارها. رايبو نيوكليك اسيد. ما قلني دي. فاضح? اهم شي تعرف انه شوف طلاب الدياني سلسلتين. دي اناي ذاك الدياني. مهنا. دي اناي. سلسلتين واحدة. نفترها على الثاني. الاراني سنجل. شريط واحد. هاك شوف الاراني شريط واحد. هاي اول نقطة. هيا اول نقطة انه انه انه. دي كان دابل سمينا دابل هاليكس.ropolis producción شريط واحد. هاي تنطلفو لهم. نقطة الثانية هناك انه دي اناي دي اوكسي. الموقع الثاني ما كوكسي هنا لا اكوكسيجين. واضح? شوف نوت دي اوكسي. بالعكس اكو اوكسيجين. شوف نوت دي اوكسي. هناك دي اوكسي. الكون اك ما نزو عوكسيجين هنا. اكون نقطة جدنة. طلاب هناك مو قسم PIORIN واكبر الحكومي ابن يدري هناك بدالة يوراسي. يعني هناك بدالة ثائمية. واضح؟ إذن هناك بالDNA كان double. هناك دي اوكسي هناك ماكو دي اوكسي هناك اكو ثائمي هناك ماكو ثائمي هناك بدالة يوراسي. إنه الاراني ثلاثة انوان. ماراني سمو ماسنجر اماراني. و راراني سمو رايبوسومImاراني. و عدنا تي اراني اسمي ايراني اي ترانسفير اراني. هل付نا ثلاثة انوان. شنو الماراني الماسنجر اماراني؟ موضع فيه. وهو من اسمه ماراني ماسنجر. يعني الطلاب احنا شوفوا احنا الغرض من العمليات اللي راح ناخذها النسخ والترجمة كون RNA فيه نكون RNA ليش حتى كونه بروتين هاي لازم تعرفو لي احنا منريدين كون RNA على منا اعتمد خير نعتمد على الدياني طلاب انا منريد كون انا الغرض مالتي اريد كون RNA حتى كونه بروتين اوكي واضح بس انا منريد كون يا طلابنا الأبطال اريد كون RNA غير اعتمد على الدياني فاني اريد شيء يشيل للمعلومات الوراثية يشيلها من delay. اي يجيب لي اياها وان يجيب لي ياها يجيب ليها من الني من هو يشيلها الروح للدي اي ياخذ مني المعلومات الوراثية. معلومات واضح? ما ان يجيب هى جيبها من النوات والني لوديها يوديها للريبوسوم لان هذا الريبوسوم زرجوا اسمعوا لهاي العبارة. سمعوا ليه اياها بعقولكم انه العمليات اللي راح ناخذها تصير بالرまあ وا sex واضح؟ إذن أنا الفكرة الرئيسية أحتاج أكون بروتين شون أكون بروتين؟ لازم أروح للDNA أفزم الDNA أخذ المعلومات الوراثية منه اللي هي الDNA وين موجود بالنيوكليس بالنوات؟ إنه الDNA موجود بالنيوكليس بالنوات؟ أروح للDNA يعني أروح للنيوكليس أجيب المعلومات الوراثية منه وأديها وين بالريبوسومة؟ لأن شغل المعمل الشغل مالتي مع البروتين يصل بالريبوسوم شغل التكوين البروتين يكون بالريبوسوم فاني شن هو الشي اللي يروح للنوات ياخذ للمعلومات الوراثية يحط لياها بالريبوسوم هو الماسينجر و المرنة الماسينجر ينقل المعلومات الوراثية جينتي كونفورمشن من الدي انا يعني ينقلها من النواة y وديها للريبوسوم واضح وايسوي له بروتين deinو making protein synthesis يعني خاب يجيب لك وحدة من ذن النقاط ويحط لك إختيارات حط لك ام ار انا و rنا فاش تختار اختيار ام ار انا واضح طلاب من الأبطال الفكرة شنية فكرة انه يحمل ياخذها من النواة يعني ينقلها من النواة للرايبوسوم ويكونوا بروتين هذا الامراني. الراني اسمه رايبوسوم الراني هذا شنو؟ هذا كودون تؤتي راني. طلاب انا مو عملية تكون لبروتين شوفوا العملية اللي كون بها بروتين احتاج اتحاد شغلتين احتاج يتحد احتاج يتحد انه الامراني يحتاج يتحد بعدين شرحها بالتفاصيل. بس ستفهم بداية. احتاج انه يتحد الامراني ويا منوية تياراني. يعني لو الوثالث لازم يتحد. من يساعد اتحاد الامراني ويالثالث. لو من يساعد الار ار ار اناي. هذي هيل بيساعد باتحاد الامراني ويالتياراني. واضح؟ يعني كودون انتي كودون. بعدين راح نفصلين بالتفصيل المملك. واضح؟ زين. التياراني ما اسمه ترنسفيري الناقل هذا ينقل لح support الحاموض الأميني للريبوس هو ينقل الحاموض الأميني للرريبوس خاص بالله؟ هنspe اللي أحالي شو هو الجزية الأساسية للوراثة؟ إند يقول للجين شأن الجزية الأساسية للكائنان الخلية serksam وهنق الجزية الأساسية البروتين؟ إندا قلت لك منتج الأحماض الأمينية التصطرات يكون لكه برووتين الرزيز قد أشرح معلومات ما موجودة المحاضرة حسنا هنا màساس اللي يحتاج عنها حتى أن تفهم المحاضرة وحتى بعد ين يكون كل السهلة عليك المعلومات يعني أنا من راح تشتكوين لبروتين من راح اشرح المحاضرات جاية تكوين لبروتين راح اقول لك يتحد الـ mRNA لازم ويتـ RNA من يساعد اتحاد الاول ويالثالث هو الرن هيل بيساعد بجوين باتحاد الـ mRNA الأول ويالثالث يعني اتحاد الكودون ويالأنتيكودون واضح طلاب؟ إذن هسا الـ mRNA مثل ما قلنا يروح لينقل المعلومات البراثية يحمل جنتي كنفرميش معلومات البراثية من الـ DNA يروح للنواة ينقل ليها من النواة ويديها الـ Ribosome من كونه بروتين إذن أي واحدة بيكتجيهن خاف يجيب لك اختيار تختار أمـ RNA الـ mRNA يساعد باتحاد الـ mRNA الأول ويالثالث هذا الثالث من اسمه ينقل الحامض الأميني للـ Ribosome يعني الـ Ribosome هو المعمل اللي لازم يجيب بيه المعلومات الوراثية ولازم يجيب بيه الأحماض الأمينيين شنو هاينا المقارنة طلاب مقارنة طلاب شنو المقارنة من ناحية الـ function الوظيفة إنه الـ DNA Molecule of Haniiverity for most organisms شوفتوّ ها realized هذه إحنا البشر أغلب الكائنات الحيّة أغلب يعني يعني أغلب من المادا الوراثية هذه سて البشر، من المادة الوراثية ما تكنو DNA لكن الفيروسات من المادة مالة الجائنات يعني طلاب أغلب الكائنات الحيّة thought we had a MAC مالته هي الـ DNA إنه الـ DNA هو دائما م Cultivate ofnesday يعني الجزئية ما الوراثة For most organisms أغلب الكائنات ودائما هو بيجي هنا لكن الـ RNA يكون مولكول أوف انهريدتي مادة وراثية لبعض بس الفيروسات عاينو طمهم خاف يقول لك من المادة الوراثية الفيروسات مو تروح تقول له DNA هاجوبوا اختيار يقول له المادة الوراثية للفيروسات هي RNA إذن المادة الوراثية للموست أغلب الكائنات هي الـ DNA لكن المادة الوراثية للفيروسات هو RNA يعني المادة الأساسية حتى تكون الريبوسوم وانترميديات نيوكليوس يعني جزئة وسطية يعني الديناي جزئة وسطية لا الجزئة وسطية هي الاراني زين مقارنة من ناحية اللوكيشن انو الديناي مقانة له بالنيوكليولوس بالنوية او بالنوات او بالميتو كوندرية ثلاثة ماتلية impossيŷبدي مبصف نيوكليوس النوات والنو hardened مكانة بالنينوكولوس نفس الشيء نوات والميت Oblizum والرتكلوب لازم الرتكلوب لعمل شبك الкой겠습니다 والASTB dallaسمыв meet بعد من ناحية المقارنة بالفيزيائي ان did a double strong شريطين سلسلتين هذا single شريط واحد إنه الديني بي مثلت第三 شرط بيشكر وشكر يكون ديوكسير ريبوز منزوع وبقاعدة نيتروجينية شوفوا إنه ديني بيشكر ديوكسير ريبوز هذا بيشكر بس ريبوز ممنزوع الأكسيجين دلم ما شرحنا نهو الو ESM شكر حماسي ممنزوع الوكسجين Maar �oon但其中حتPress is no oxygen فارغة لا لا ريبوز عادية هنا الدييني بقيعدة نيتروجينية التاس TIME في حن الاراني ما بى ثانية ويبدال عشر يسمى ايوراسلي انو الدي اناي بي شنو اديني اي بي زت يعني الكونفورميشن ما تلا هذا يعني قسموا اقسام اي بي زت هذا لأ بي ثلاثة انواع بي ام ار انا و بي ار اناي و بي ار ار اناي و بي ام سي ار اناي سما نيوكليار بعدين راح ناخله هاملون انو الدي اناي جزا مو نشوفوا لا بحنا مو نشرح للجين قلنا بي مناطق اسمه انترون ومناطق اسمه اكزون مو قلنا اللي يشتغل هو اكزون ليسو كودينج ليشفر والاكزون الانترون ما سوكود انو الدي اناي بيها بس انترون انو الار اناي ما بيها انترون ما عدا الام ار اناي الار اناي ما بيها انترون الار اناي يعني احنا اتناثن بيها اكزون طول لا مناطق الاجزون منتين منها اتناثن بيها اكزون الاجزون منتين منها لكن مناطق الدي اناي بي انترون همين الار اناي ما بي انترون فقط الام ار اناي اللي هو نوع من ار اناي بي اكزون بي انترون اذن الاراني بصورة عامة ما بيينترون ما عدا الاماراني نوع الاول اه طلاب اتمنى فيه انت المحاضرة اه محاضرة جدا بسيطة ما بيشي وجرد انه تعرف انه اكشي اسمه ديناي وكشي اراني ديناي حلقة وحدة هاي حلقتها ديناي بيثايمين هذا ما بيثايمين بيبدال يوراسي انه ديناي دي اوكسي منزوع لوكسين هذا لا ما منزوع رايبوز عاتي شكرا جزيلا من استماركم من الموافقين اي سؤال طلاب احنا حاضرين بالتوفيق شكرا جزيلا لاستماركم انه